ضربات نوعية لتحالف دعم الشرعية في اليمن تستهدف بنا تحتية عسكرية لميليشيات الحوثي إذ أعلنت تحالف تدمير ورش لتجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات المسيرة في معسكر سلاح الصيانة التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء وقال التحالف إن العملية تهدف لتحييد مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية في السياق نشرت قوات التحالف صوراً لعمليات تدمير مخازن طائرات بدون طيار داخل كهف في محافظة صنعاء وضربات التحالف الاستباقية تستهدف مواقع الميليشيات في مناطق يمنية عدة ففي وقت سابق وتحديداً في محافظة مأرب تم تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية مع كافة مكوناتها ومشغليها ومن بينهم خبراء أجانب كما دمرت مقاتلات التحالف عبر سلسلة غارات عربات عسكرية للحوثيين شمالي المحافظة وتشير التقارير إلى تكبد للحوثيين هناك خسائر كبيرة في وقت تقطع فيه قوات التحالف الطريقة على الميليشيات وتكثف ضرباتها ضد مواقع الحوثيين منذ فجر الأحد الماضي حيث استهدفت معسكرات وثكنات للميليشيات ومخازن صواريخ وورش تصنيع أسلحة في كل من عمران والحديدة ويؤكد التحالف أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية